ماما يا ماما أنا طالع ألعب مع الفئي سيكلك عم تزهزي لنا سي وصفة حلو أنا بعرفك ايه يا ماما عم بجهز وصفة حلو بس بالاول بتاكل بتساعدني اول شي بالوصف وبتاكل شوي منها بعدها بتطلع بتلعب معرفي اك ماشي رح اعمل لك وصفة شكلة كتير بسيط بس طعمة يا احمد بشحي القلب وفعلا مكوناتها بسيطة كتير وبتذكرنا بحلويات ايام زمان السهلة والبسيطة اللي كانوا اهلنا يعملو لنا اياتا شو رأيك يا زينة انبلش مع بعض ماشي تساعديني كمان انت اه حساعدك ماشي يلا اول شي بنقول للمتابعين شو بنقول لان شتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك حطوا لنا لايك للفيديو ازا عجبكم احبابي وتعليق حلو متلكو رح نبلش باول طبقة اللي هي بتشبه الكاستر بس هي من مكونات موجودة بالبيت عندي اول شي حطيت بيضة كاملة وصفار بيضة ورجعت حطيت عليا سكر ورح احط لكم المقادير كله بسندوق الواصف ازا الله اراد وزدنا على البيض حطينا اللطحين الدقيق وخلطناه نكتر منيح مع بعض وهلأ عم بحط النشا لحتى يصير عندي هيك القوام متداخل ومتجانس والقوام رح يكون ناعم وحريري كمية الحليب بدنا نحطها شوي شوي لحتى تداخل مع الخليط ماشي رح اقول انا هون ملاحظة وانا عم بزيد الحليب انه انا ليش حطيت كمان صفار بيضة مع البيضة الكاملة لحتى انا اعطي للخليط لون اصفر زيادة متل يصير متل لون الكاستر شوي وطعمه يصير كريمي اكتر وهذا كله عملته على البارد ورجعت رفعته على النار لحتى غلا بعد الغلايان حطيت عليه كمية الزبدة نوع الزبدة عندي جبته كتير طيب لحتى يعطي الوصف كتير نكهة طيبة ورح ازيد كمان معلقة كبيرة من الفانيليا اكيد يعني ايا وصفة بتشوفوا فيها بيت فلازم يكون فيها فانيليا امشوا على طريقتي متل ما انا عمليتها ما تحطوا آآ نشعة على الحل بس لانه النشعة رح تصير طعمه متل المهلبية بس لما تخلطوا نشعة وطحين بيعطي طعمي كتير متجانسة واطيب من المهلبية هلا هذا هو القوام المزبوط لانه لو عملتوا خفيفة كتير كان ما رح نقدر نقطعها ورح تطلع كتير آآ رخوة معنا وازا عملتوا اكتر من هيك جامدة رح تصير بس تبرد شكلا كتير جامد وبتصير آآ بدنا يطن احنا يعني من الاخر بدنا يطن احنا شكلا كريمي تمام? هلأ بنا نبلش نجهز للطبقات الحلوة معنا البسكوت انا جبته على شوكولوة بتقدروا تستعملوا عفانيليا او ايا نكهة تانية بس انا حبيت انه يكون على كاكاو وعندي عجنب حليب فاتر حطيت معه معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة سكر دوبتن بقلبه للحليب بنحاول قدمى فينا انه ان بل البسكوتي بالحليب ما تطلعناش فيه لحتة بس نقطعها ما يكون معنا بتقرش نحنا ما بناتها بتقرش نحنا بدنا قوامة تقريبا متل الكاك يعني حتى اللي بياكل منها ما بعرفها اذا كاك ولا بسكوت كتير طيبة عن جد بشجعكم انه تجربوها طبقاتها كتير طيبة وهلأ بلاشت احط طبقة الكاسترد اللي جاهزة معنا شايفين لونة شوي على صفار بحاول اني اقسم الكريمة اللي عملتها لحتة تطلع الطبقات متوازية هلأ بنكمل الطبقات الحلوة تعيتنا خلي الطبقات متوازنة كتن ما قلتلكو لحتة بس نحطها بالصوحان طلع شكلها شاهيه شايفين ما شاء الله طبقة الكريمة اللي انا عملتها بتشاهي القلب وريحتها اطيب واطيب كمان وهي الطبقة الثالث اللي انا عملتها هلأ نفس الطريقة بتضلكوا تجهزوها وتعملوها تمام احمد بطل يصبر خلاص طار بده ياها تخلاص بسرعة لحتة ياكل ويطلع مع رفيق وبدك تطلع لرفيق قطعة احمد اه مو احد لسو باين من شكلها انا طيبي شكلها انا طيبي وبتشاهي القلب كمان ويلا خلصت هلأ صارت تقريبا جاهزة بس نحطها بالبراد شوية احمد نحطها بالبراد لحتة تبرد ونجهز اخر طبقة معنا طبقة الجلاش بمكونات كتير بسيطة وسهلة ثلاث معالق من الحليب معلقتين من الزبدة وعندي الشوكولاتة تقريبا استعملت انا الشوكولاتة تقريبا مية واربعتشر جرام تقريبا استعملت اي نوع شوكولاتة عنكم شوكولاتة شقرة شوكولاتة سودة شوكولاتة مرة اي نوع شوكولاتة بتحبوها تقدروا تستعملوها تقدروا تخلو ولا تكون يساعدوكم بهاي الوصفة لانه فعلا انه سهلة وبسيطة وما بده كتير يعني انه حدا بعرف بالحلويات يعني اي شخص بقدر يعملها حتى العروس اللي بتكون بعدها بده تتعلم الطبخ والحلويات بتقدر تعملها لانها سهلة وبسيطة لانه دايما العرايس بقولولنا انه احنا اول ما متجاوزين ومش عارفين نجهز حلو وساعدونا بهذا الشي فهاي الوصفة بنصحكم فيها كتير سهلة وبسيطة وبتقدر تتعلمي من طريق من عندي من الفيديو بعد ما دخلتها شوي لفرازة بتقدروا تستعملوها دغري لان هي كانت الطبقات باردة فالشوكولاتة دغري جمدت عليها بس بتقدروا كمان تحطوها بالبرات لوقت التقديم كمان تطلع قطيب وقلبة بارد والطبقة الجلاش بتكون صارت جامدة ومتماسكة بس انا لانه احمد بطل ينطر فلازم اجهزة واحط له قطعة لحتة يدوقة ما شاء الله ماما انا كمان بدي قطعة طيب ماشي رح اطعميك قطعة انت زينا رح اطعميك قطعة اكبر من قطعة احمد شو رأيك؟ تمام احمد زهل لا احطي نفس قطعة اه ماشي طيب رح احط لك شفت يا احمد كيف زينا حلونة عليك رح احط لك قطعة ادقطعة شو رأيك؟ ماما انتو بتطلعوا انتو عم تعملوا حلو يلا يعني استعجلوا استعجل؟ اه وانت ليش مستعجل؟ تم بدي اكلها اه ماشي حابب تطلع يعني عند رفيقك؟ اه بدي اصير اعمل لك حلو للانش بوكس شو رأيك؟ اه للمدرسة ماما بلاقي انو يا ماما ايام المدرسة تحطي اللي منك اليوم طيب رح اعمل لك حلويات تاني يلا يا زينا دوئلي انتو بالاول يلا حقدو بسم الله يامي يا ماما بتشاهي بتشاهي اسلموا ايديكي تكرمي يا زينا عطيني رأيك فيها كتير طيبي والكريمة اللي بقلبة بتشاهي والكستر والشوكولاتة اللي عليها يامي يامي يا ماما ولا انا حسيت الكريمة اللي بقلبة متل القشطة شو رأيك؟ ماما تتلموا بيتسحي ايديكي صحة وهنا يا حلوية سيأكل فضيئك